بعد عام 2003 شهد العراق تناميا مفزعا لم يسبق له مثيل في تعاطي المخدرات فأصبحت المخدرات ظاهرة وواقعا ضحيته شباب العراق ومستقبله وذلك بعد أن وصلت نسبة إدمان الشباب للمخدرات إلى 50% حسب ما كشف مجلس القضاء في العراق عازيا الأمر إلى البطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية التي نخرت البلاد وأدت إلى ترد الأوضاع المعيشية للمواطنين المجلس أكد أن نسبة 70% من المتعاطين كانت في الأحياء الفقيرة والمناطق التي تكثر فيها البطالة ولسيما مع تراجع قوة إنفاذ القانون والفلتان الذي عانت وتعاني منه معظم حدود ومنافذ البلاد مع إيران التي تمثل البوابة الرئيسة لدخول الأصناف المختلفة من المواد المخدرة طبقا للجهات الأمنية المختصة وفي هذا السياق نقل الصحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في الجيش والشرطة أن 50% من تلك القوات في بعض مناطق العراق بينهم ضباط كبار يتعطون المخدرات في وقت يؤكد مراقبون من أن الجماعات المتورطة بملف المخدرات هي ميليشيات نافذة تسهل عبور المخدرات عبر المنافذ الحدودية مع إيران نظرا للأرباح العالية التي تدرها المخدرات بدورها حذرت منظمات حقوق الإنسان في العراق من أن المخدرات ستكون التهديد الرئيس للعراق في المرحلة المقبلة وستمثل تهديدا أمنيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وحتى سياسيا وحتى عام 2003 كان العراق لا يعاني من مشكلة المخدرات إلا أن البلاد تحولت منذ ذلك التاريخ بحسب المختصين إلى دولة تعاطن والتجار وفق بيانات حكومية وإحصائيات رسمية حيث قال مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات إن مخدر الكريستال يعد الأخطر والأكثر انتشارا في العراق محذرا من أنه أصبح يصنع سرا داخل البلاد بعد أن كان يهرب سابقا من إيران وبحسب المكتب فإن البؤر الرئيس لانتشار الكريستال هي المحافظات الحدودية الجنوبية وبهذا يبدو أن حسم ملف المخدرات في العراق بات يشكل أحد أبرز المعضلات التي تواجه المجتمع العراقي الذي أصبح ضحية حكومات متعاقبة أوصلت البلاد إلى هذه المرحلة الخطرة التي تغيب فيها أدوات المعالجة